ياسين النهاري معه المزيد من التفاصيل تفضل ياسين نعم محمد رغم مرور عشر سنوات على اندلاع ما عرف بثورة الياسمين في تونس لا يزال المشهد الشعبي نفسه يتجدد كل عام تزامنا مع هذه الذكرى احتجاجات الليلية وأخرى في وضح النهار ترفع المطالب عينها الحق في العيش بحرية وكرمة جائحة كورونا هي الأخرى أضفت على احتجاجات هذا العام المزيد بعد أن فاقمت الأزمة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية وزادت معدلات البطالة وقذفت أصحاب المهن الحرة وحتى الموظفين والعمال بأجر شهري إلى دائرة الفقر والحاجة ورغم إعلان الحكومة عن تعديلات شملت وزارات سيادية بعد نحو خمسة أشهر فقط من منحها الثقة فإن زخم الاحتجاجات لم يتراجع بل اتسعت رقعتها رغم الحجر الصحي والتعزيزات الأمنية لتشمل مدنا وأحياء جديدة وزارة الداخلية قالت إنها أوقفت مئات الأشخاص في أحداث اعتداء على الأملاك العامة والخاصة وعمليات تخريب وسطو استادفت مراكز تجارية كبرى فضلا عن مواجهات بين محتجين وقوات الشرطة التي استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفرقهم كما أشرت الوزارة إلى أن أغلب المحتجين تراوحت أعمارهم بين خمسة عشر وخمسة وعشرين عاما وأن أعمال العنف تهدف لتشتيت التمركزات الأمنية واستهداف قوات الأمن والحرسي الوطنيين وارتكاب أعمال إجرامية الأروقة السياسية التي تموج على رمال متحركة كان لها نصيب من هذا المشهد المضطرب فالتعديلات الوزارية التي أعلن عنها رئيس الحكومة هشام لمشيشي تنتظر عقاد الجلسة العامة للتصويت عليها الأسبوع المقبل في ظل ارتفاع حدة التجاذبات التي تعصف بتحالفات الكتل السياسية النيابية التي ألقت بظلالها حتى على الحزام البرلماني الداعم للحكومة بعد إصدار رئيس البرلمان راشد الغنوشي بيانا يدين تكتلا وبإتلاف الكرامة الحليف لحركة النهضة ما حدى الاتلاف إلى التلويح بأنه في حل من أي توافق ورغم تأكيد لمشيشي إبقاءه على حكومة مستقلة مدعومة من غطاء سياسي وذات أغلبية في البرلمان يرى مراقبون أن التعديلات الوزارية شملت التخلي عن وزراء محسوبين على الرئيس قيس سعيد ما يثير تساؤلات عن حجم الخلاف بين رأسي السلطة التنفيذية وعن ارتدادات معركة التنازع على الصلاحيات بين رئيس الحكومة ورئيس الدولة وسعي لمشيشي إلى ضمان تمتعه بكافة الصلاحيات التي يكفلها له الدستور ليكون رئيسا فعليا لتشكيلة حكومية تساهم في تعزيز عمل الأجهزة التنفيذية للدولة واستقرار المناخ السياسي في البلاد بشكل عام الجماهير التي أدلت بأصواتها في انتخابات تصحيح المسار عام 2019 هي الجماهير نفسها التي أشعلت ثورة 2011 فهل تعي النخب السياسية أن كرة الثلج قد تكبر وأن تيار الغضب قد يجرف الجميع كما فعل قبل عشر سنوات ترجمة نانسي قنقر